اشتركوا في القناة بعض مركبات الفسفور بعض مركبات الفسفور من بين مركبات الفسفور أولاً لدينا حامض الفسفوري الصيغة الكيميائية إليه H3PO4 فوسفوريك أسد مر علينا هذا الصيغة أخذناها بالثاني متوسط تعريفة هو سائل كثيف القوام عديم اللون رائق وليس له رائحة يعتبر هذا الحامض من الحوامض الضعيفة الغير مؤكسدة إذن من الحوامض الضعيفة الغير مؤكسدة يعتبر كذلك عدنا يتفاعل مع القواعد وينطينا أملاح الفوسفات أملاح الفوسفات اللي إلهي أهمية كبيرة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية طلبتنا هيدا أما يجيبوه تعريف يأما يجيبوه تعريف يأما يجيبوه انطيني خواصة فخواصة واضحة جداً يعني رح نزل الملخصات مالتي إن شاء الله بس بعد هذه المحاضرة هو سائل كثيف القوام عديم اللون رائق وليس له رائحة ويعتبر هذا الحوامض من الحوامض الضعيفة غير مؤكسدة ويتفاعل مع القواعد ويعطينا أملاح اللي هي تستفاد في الأسمدة الفوسفاتية نروح إلى المركب آخر هو فوسفات السوديوم NA3PO4 فوسفات السوديوم بصورة عامة فوسفات السوديوم تستعمل في مساحق التنظيف لماذا؟ لأنها تتحلل مائياً يعني لما نضيف لها جزئة من الماء سوف تتحلل مائياً اللي تعطي هايدروكسيد السوديوم وأنا سبقو أنه Ahmed أنه هايدروكسيد السوديوم تعتبر من المواد اللي تساعد على إزالة الدهون العالقة بالأجسام إذن فوسفات السوديوم يعتبر من مساحقة التنظيف لماذا؟ لأن تتحلل بوجود الماء وجزئ الماء اللي تتكون هايدروكسيد السوديوم وهي هايدروكسيد السوديوم تستعمل في إزالة الدهون العالقة بالأجسام نستعمل كذلك أيضاً استعمال أول إليها بشكل نقاط موجودة عندي بالمنخص تستعمل كذلك في تحية الماء العسر الماء العسر الذي لا يرغو فيه الصابون يتحوله إلى ماء يسر لكونها فوسفات الصوديوم كأملاح مذذوب بالماء ويستعمل كذلك هذا الملح كمادة حافظة لبعض المواد الغذائية واللحوم بصورة عامة كملح كأي ملح يستعمل لبعض المواد الغذائية واللحوم ولها أكيداً استعمالات أخرى متعددة إذن هذه بالنسبة إلى فوسفات الصوديوم نذهب إلى الاستعمالات الصناعية لبعض مركبات الفوسفور نحن أخذنا هسه محامض الفوسفوريك كذلك طلعنا على فوسفات الصوديوم سوف نذهب إلى مادة أخرى نحكي عنها التي تستخدم في صناعة أعواد الثقاب عود الثقاب عموماً عود الثقاب الشخاط كانت بالمدرسة بالمحاضرات العام الماضي كانت نجيب شخاطها وأرويهم إياه لأنه نستغلب شي نستعمل جداً يعام العود الثقاب بمحلول فوسفات الأمونيوم صيغة الكيميائية لفوسفات الأمونيوم NH4x3PO4 فوسفات الأمونيوم إن عام للفوسفات الأمونيوم ستساعد هذه المادة على أدها عدة استعمالات أولاً احتراق العود بلهب بدون دخان أولاً هذه نقطة أولى كذلك استمرار اتقاد العود حتى النهاية أولاً أنها تحرق العود بدون دخان إذا طلع منها دخان فمعنات المادة قليلة أو رديئة واستمرار اتقاد العود حتى النهاية نلاحظ أن العود للأخير يبقى يشتعل من نهاية العملية السوية فوسفات الأمونيوم كذلك تمنع اتقاد العود مرة ثانية بعد انطفاء لمن ينطفي العود لا يشتعل مرة أخرى فهي الحالة سيقلل ضرر الناتج عن العود الثقاب نعم بالنسبة أنه فما أنتها هي فاد نوع من الحرص يعني فيحطون مادة فوسفات الأمونيوم العجينة المتكونة منها أنا حتشت عن المعاملة مع العود الثقاب كيف يعملوها هسا سيحطي عن العجينة يغطى رأس العود بعجينة تتكون من سنعدد مكونات عود الثقاب بالمناسبة طالبة هذه أيضا تعتبر من المحاضرات المهمة اللي تجي بالوزاري دائما يجيبوها دائما تجي من من تتكون عجينة عود الثقاب أو علل لماذا يعامل عود الثقاب بمحلول فوسفات الأمونيوم المادة اللي يحطوها أولا مادة قابلة للإشتعال أكيد كبريتيد الأنتيمون اس بي تو اس ثري كبريتيد الأنتيمون المادة الثانية هي مادة مؤكسيدة مثل كلورات البوتاسيوم كاي سي الأو ثري كلورات البوتاسيوم مار علينا هاي المركبة هذا مار علينا كذلك عندي مادة تزيد من الاحتكاك مثل مسحوق الزجاج مادة صمغية تربط مكونات العجين طلبتنا العزاء هاي النقاط جدا مهمة بالوزاري همنا نشوفها إذا خلال هالسنتين مجوية معناتها هالسنة تكون تجي يعني هما كل سنتين تلافي لأسئلة بها الطريقة تكون وعنده حق رأس العود بجانب العلبة هاي جانب العلبة اللي صايرة بالصفح جانب العلبة هيا هاته هنا هذا الرسم قدامه هنا واضح لاحظوا الرسم هنا لما العود انحك بالجانب العلبة اللي بي بفسفور الأحمر تتولد حرارة تكفي لبدء الاشتعال على جانب العلبة وبهالحالة تنتقل الشعلة الى رأس العود ويستمر الاشتعال هاي هي طريقة بالنسبة انه داي يحتي عن عود الثقاب استعمالات تعتبر نظرنا الاستعمالات الصناعية لمركبات الفسفور هو صناعة عود الثقاب نرجع هنانه من خلال الاستعمالات الصناعية لبعض مركبات الفسفور قلنا صناعة عود الثقاب ذكرناها قبل شوية راح نروح على الصناعة الاخرى اللي هي الأسمدة الفوسفاتية انصر الفسفور نوهنا الى بديك المحاضرة السابقة انه مهم لنمو النباتات نمو الانسان كذلك والحيوانات وهذا دور مهم فيك حياة الكائنات الحية وبناء الهيكل العظمي وسايتوب لازم الخلية كذلك موجود وفي العظام والخلايا العصبية لذلك لازم من الضروري ان يحصل الجسم الانسان على الفسفور بسهولة من الاكل ممكن يحصل عليها لكن نروح للحيوان افو النباتات بالنسبة للنباتات هي تستمد غذاءها من التربة وطبعا اي نبات يستمد غذاء من التربة لازم تكون المادة اللي يستفاد من هذه النبات لازم تكون قابلة للذوبان لماذا؟ لانه النبات يحصل على الغذاء مادة من الجذور وعليه فوسفات الكاليسيوم هي المصدر الاساسي للفسفور بس مشكلتها هي ملح قليل الذوبان بالماء لذلك لازم احاوله الى ملح سهل الذوبان بالماء لم يستطيع النبات ان يستفاد منه من خلال جذوره لانه ما عنده وسيله اخرى للنبات غير الحصول على الغذاء من الجذور في هذه الحالة سنعمل فوسفات الكاليسيوم الموجودة بالصخور وموجودة لديها كثرة موجودة ولكن مشكلتها قليلة الذوبان سنعملها مع حامض الكبريتيك لاحظوا هنا قدامنا المعادلة فوسفات الكاليسيوم تعاملت مع حامض الكبريتيك تطمي السوبر فوسفات الاعتيادي المشكلة الانتقنية المشكلة انتقنيةها كبريتات الكاليسيوم كبريتات الكاليسيوم مادة لا تدوب في الماء ونحن بشغل الكيميائي او بالكيميا الصناعية دائما نحاول نصل على المواد باكثر كمية ممكنة باكثر من كمية ممكنة عندنا خسائر اقتصادية فمعناه هذا الشغلة انه طبعا السماد هذا يفيد فيه زيادة خصوبات التربة ويمكن بفائدة كبيرة لكن المشكلة بكبريتات الكاليسيوم اللي طلعت ان هذا الناتج هذا لا يضف الماء وهذا كناتج يعني ناتج عرضي ما رح يستخدمه ورح يستفاد منه النبات وعليه رح يوجد نوع اخر من الاسمدة الفوسفاتية الناتجة من تفاعل حامض الفوسفوريك مع فوسفات الكاليسيوم هنا هذا يسمى السوبر فوسفات الثلاثي شنو فرقة عنه هنا هنا لا نطاني ناتج عرضي هنا كل نطاني السوبر فوسفات الثلاثي اي ناتج عرضي ما عدنا هنا وهذا هو السوبر فوسفات الثلاثي هو اللي يذوب بسهولة في الماء اذا ممكن للنبات ان يحصل عن السماد من خلال تفاعل فوسفات الكاليسيوم مع حامض الفوسفوريك احنا من نقول هاي الخطوة ممكن كذلك هاي الخطوة نسويها بس الاذبط والاجدر انه نستخدم حامض الفوسفوريك على مود نحصل على السماد السوبر فوسفات الثلاثي كل النباتات تحتاج الى هذا السماد وخاصة السمبليات السمبليات يعني مثل الحنطة والشعير والاذرة شنو فائدة السماد يعني بالنسبة الي طبعا ذكرته هنا اول نقطة اساسية يقوي سيقانها راح اذكرها بالملخصات ويجعل نمو بذورها يزيد من مقاومتها للامراض طبعا بلدنا العراق من اهم البلاد اللي تحتوي في منطقة الرطبة في حقول اكاشات تحتوي على الفوسفات متوفرة بكثرة هناك فاذا يعني هو مصدر اساس عندنا الاستثمار الفوسفات في العراق في منطقة الرطبة في منطقة اكاشات حقول اكاشات طلاب بعد لحظات راح انزل الملخص لهذا الفصل واتمنى حل اسئلة الفصل السابع ضروري جدا والملخصات تكتب في الدفتر الملخصات راح انزلها مثل ما متعلمين عنشت اردلكم هسا حاليا راح انزل الملخصات فاريدها بالدفتر تكتب بالدفتر المصلحتكم طلبتنا العزاء شكرا